اشتركوا في القناة 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 مثل حركة السوق القديم لأن السوق ووضعها اختلف إجراءاتها اختلفت قضية البيع والشيرة اختلف قضية المواد الغذائية اختلفت وأسعارها اختلفت مو الأولية وبالتالي هذه كلها يصير حجر عثرة مثل ما يقول أمام المتبضع أمام اللي يريد يشتري أمام اللي يزور السوق وبالتالي تشوف أكو ناس موجودين داخل السوق لكن القدرة الشرائية تختلف القدرة الشرائية اللي موجودة الآن في داخل الأسواق مختلفة من شخص إلى آخر يعني يمكن ببعض الأحيان يكون العمل يعني مستمر والشغل والسوق مكتوح مستمر لكن البشك لأنه بالبيع والشرماك قلة قليلة أو قدرة المواطن على الشراء أصبحت محدودة جدا وبالتالي تكون محدودة جدا تكون بها عدة عوامل والعوامل مذكورة أيضا ومعروفة عموما هذه اللقطات وهذه الصور من داخل سوق البيع في العاصمة بغداد حتى أصحاب المسواق ما كانوا يعني هذا الوقت تحديداً كان الضغط بالسوق واللود اللي موجود فيكون أكبر وأكثر مما نصور ما كانت طريقة الوضع السوق بهذا الشكل يعني كان أكو زخم كان أكو ناس العفهم تبيع وتشتري الأسعار حتى وأن كانت صاعدة لكن الناس تشتري وتسوق لأنه قدرة شرائياً وعنما متوسطة ما أنيقدر نقول جيدة فعلاً لكن هي متوسطة وأصبح الحال بهذا الشكل وعموماً هذه الصور من داخل السوق واللي معروف عنه الأسواق الشعبية دائماً تكون بهذا الشكل وترتيبها بهذا الشكل بهذا النحو الموجود وأيضاً تكون بصراحة التفاصيل اللي موجودة اللي يمكن نحن جايين نتذكر الأخوة اللي موجودين السلام عليكم حبيبي شون قلبي تشيخ بارك يا حبيبي لذلك أنا قبل عليكم سلام حبيبي شون قلبي الباب الثاني أخذنا موافقة ونادوا بالجهاز وقال لي خليتفضلوا الباب الثاني هسه قبل عشر دقائق خمس دقائق هذا عدتوا صاحبك ماذا صاحبك الباب الثاني حبيبي عم اتحادي ها حبيبي يابا ولد منتسب قاعد هناك باب الثاني بي منتسبين عم قاعدين واخذ اي خذت موافقة منهم طبوة عم يشوف زاقروس زاقروس لا 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 اي من هذا وشوف حبيبي باب الثاني حبيبي حبيبي اخويا الولد منتسب ايضا بالاتحادية واخذنا الموافقة منه خابروا يا خابروا يا هو خابر الضابط زاقروس يوم خلا شوي اطيكم فكرة عن هذا الموضوع احنا يوميا نواجه هذه القضية الاخوة بالاتحادية يعني هسا احنا بابية هو سوق سوق شعبي وبي بابيا لهذا السوق الباب الاول اخذنا الموافقة منهم اجينا هين من الباب الثاني ماعد يقول ماعدنا علم ماعد لمصيبة يا اخو والله عجيبة يعني هذا هذا الشغل في بغداد اصبح مزعج بصراحة واني اطالب الاخوة سواء بالشرطة الاتحادية او وزارة الداخلية والله بشكل عام لازم يكون شوية دورات تأهيلية للمنتسبية طريقة التعامل وكأنه انا طاب مو كامرة طاب جايب بحزام ناسف هذا مصيبة في بلدان العالم لا تختلف الوضع تختلف حرية التعبير تختلف وقوانين حرية التعبير وايضا قوانين السلطة الرابعة مصيبة يا اخي مصيبة الشرطة الاتحادية اخوتنا سلامنا وتحياتنا لهم والله يحفظهم لكن طريقة التعامل لا ما اتجوز بهالطريقة يعني شفتوا اللقطة قبل شوية ما ترهم ما ترهم احنا في بلد نقول ديمقراطي خلونا نقول ديمقراطي بلد صار عدا فتاح ما معقول الثلاث منتسبين واحد ما يدرب الثاني شوني شغل ها أخي اجت الموافقة خابروا الباب الثاني قالهم لا عم خذوا موافقة هاي مصيبة يعني هذا في بلد يعني للأسف طريقة التعامل طريقة التعامل اخليني شوي نسولف في في أغلب البلدان في أغلب بلدان العالم من تكون ميداني تتوفر لك القوانين تتوفر لك السبل الا بالعراق لازم كل منتسب تشوفه بطريقك لازم تترخص منه ولازم تطي موافقة ادري انا جاي وقناة ومؤسسة وتعمل وبيث وكاميرات وسيارات هذا كلهم ما عادها موافقة ما عادنا موافقة يعني ليش ليش تعرقلون هذا العمل يعني ليش الى الأخف الاتحادية وزارة الداخلية عمليات بغداد عمليات بغداد لغة والكتاب من زمن السيد حيدر العباد صالة سسنوات تقريبا اكثر واللغة الكتاب وقلنا هاي الحمد لله صارت لا عمليات ويرجعونا على الكتاب افضل تحكو يا تطي كتاب تطي كتاب وتخلي سؤال هذه مصيبة مصيبة لأنه احنا في للأسف وصلنا إلى هذا الحال للأسف للأسف نقول حرية التعبير وحرية الرأي مكفولة لكنها بالواقع لا تجي تختلف جذريا تختلف طريقة طريقة الهسان ماردة وهي الكاميرا والكاميرا والمايك والمراسل ومصور رافقهم رافقهم بتحرير الأراضي ما تقولون الإعلام نصف المعركة لا والله الإعلام المعركة معركة كلها هي تحتاج الإعلام والإعلام هو اللي يكون منصف في حقها رافقناكم وطينا الضحايا وشهدات طينا هواي ناس من أصدقائنا هواي ناس نطينا من أصدقائنا مصورين ومراسلين قلوات فضائية طينات هواي تضحيات ما ممكن ما ممكن نحن في وضع جيد الآن أمنيا في بغداد ويتم التعامل بهذا الطريق ما ممكن السلام عليكم شوانكم أخوان قواكم الله شوانك 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 الله الله بخير الحمد لله شوانك شوانك الله بارك لله حمد لله بخير عدك معاملة ظاهر معاملة والله بالتربية والله ما يغسرني والله ما شير مور زين إجراءات إجراءات سوى زين الحمد لله عسى كم زين والله بجهود مدير عام التربية كرغة ثانية جزاء الله خير يقدم يقدم خدمة انذكرة إي والله يقدم خدمة ويفتر على أقسام ومتابع جيد ما عنده قلت أقسير جزاء الله جزاء الله خير حيالي عندنا متابع المساعد الحصامي الحصامي من الرضواني المساعد الحصامي رضواني إن شاء الله بك السلامة ومن الوضع الأمني بالله والله جيد جدا جهود الجزء الأمنية خياداتي موجود كلها والله جزء قبل نازم جهود التعاون لازم يكون تعاون بين المواطن والأجر الأمنية نازم ليد واحدة ما صفق فلازم يعني ستتعاون المنطقة متقبلين جي جدا يعني هو يحسب من عندنا ما يحسب الشخص تاري يكون ناس يعني شوفوا الأجر الأمنية كجيهة يعني خافون من عندها شلو ما أكو ربط لازم لازم ربط بين الأجر الأمنية بالمواطن اجتماعات مؤتمرات الصغير هاي أدكم بالمنطقة الصغير عندنا شون يتابعونا وأول بول يعني التعاون جي جدا موضوع الخدمات شلونا بالله بالمنطقة نفس المفقرة لازم تكون أنتوية الأجلسة والدوار همتصال دائمي مو بس تحتي بس كلام لازم هم تعاون هم تسهيل أمور وضع الأمني لازم ما يلقى وضع أمني هم ما يقدر يجي يعني سما ناطق بيها يعني مو زينة فما يقدر يتغرمون لها الوضع ما يساعد لهم الوضع المكانات اللي بيها أمن تيجونها عمرون بيها وراجعون نفورش كثيرا بالمنطقة يعني الحمد لله الحمد لله زين كم سوق مثل هذا السوق والله عندنا سوق هم عندنا سوق إيه لا الحمد لله شعبي السوق سيعة الفتوح وعلى الجسر غطاء الزراعي هذا زين زين صارت الحركة للأسواق الشعبية يعني شوية الناس تشتري من الأسواق الشعبية لأنها رخيصة لأنها مقبولية أكثر عسب المناطق يعني هو مثل منطقة هنا من البياء يجون جماعة البياء والمناطق هم بيها هم بيها أسواق بس نشكوش بشغلة واحدة شغلة العشوائيات مو وقته المفروض توفر سوق نفس هذا وتهييلهم مكان على من يجي ينتقل من العشوائيات إلى مكان مخصص مثل هذا المفروض يعني حتى من تحاسبة تحاسبة بالقانون من تجي تهدمه تخليه بالشارع ما حلية المشكلة ضبط المشكلة صوت مشكلة ثانية صحيح يصير نفور عند المواطن يصير يعني يحاسبة الدولة عدوة مو جاء يعني تتعاونه أو فرنا سوق مكان وأخذ منها مثلا إذا حاسبة ضريبة أو يعني شون إيجار الغفلية قبلون الناس نفذ نفذ المشاريع قبل ما آهد من المشروع مثلا ما عنده أشراق سوى مشروع ثاني حتى ما لحجم أن يجي ما ألقى منه كان حاسبة المفروض يكون تخطيط للمستقبل يعني هسه من اليوم من اليوم المفروض من صارت أنه صارت الهبة على موضوع التجاوزات ورفع التجاوزات المفروض الآن الدولة تلقي الحلول الموجودة وتفلش يعني أوكي يتفق وياك تفلش إذا تجاوز تمنعه أنا وياك ما خليه بني ما خليه أنطيه مكان وخليه لمكان لأنه مو دولة مستعددة يعني هي دولة بني من أول بدأ المشكلة جديدة مو لا جديدة فأنا خليه لمكان من ما ألقى بالمكان اللي أريده أحاسبه حتى أزينه لأنه أنا عنده قوانين وأطابق عليه المواطن يقول لك كان الدولة مو يمي يعني بيها مجال يعني إذا نشوف هسا أكو ساحات متروكة بيها نفايات يعني ساهمنا العاب الإعلام بيها ساعة تبيرة مدري مخليين بيها آليات وهي منتزة لا هي منتزة ولا هي سوق شعبي سوية سوق إضالة هيتش يعني تخطيط ماكو تخطيط سو تخطيط شاكر فضلك الله سلم حياتي السلام مارك الله بيهاك حياك الله يطيب في دون قلبك شوفوا هذا يعني الآن مشكلة المشكلة القائمة موضوعة التجاوزات ورفع التجاوزات يعني البارحة يمكن الحجيت وقبلها أيضا حجيت بهذا الموضوع وهذا الجانب اليوم يمكن المشكلة هي المشكلة موجودة طبعا مو اليوم يعني المشكلة قائمة ومشكلة من أخير يقول من الثمانينات يمكن المشكلة من الثمانينات لكن ما كانت بهذا ما كانت بهذا الحجم كانت المشكلة محدودة وعلى مناطق محدودة بإمكان أنه الدولة ومكان وزارة التخطيط أو وزارة العمار أو أمانة العاصمة إيجاد الحلول المنطقية اللي قال اليوم هي مشكلة قائمة موجودة أنا اليوم أنظر للمشكلة للحلول للحلول اللي أتناولها حلول واقعية حلول تصير ما أجيب أنا مثل البارح يسمون الأصفر المرعب والأصفر يعني الشفر يفلش الدنيا ويفلش العالم ويفلش النوب هسا عمه وعالناس يعني حتى اللي عنده لعنده محل رسمي وما أخذ إجازة من داخل الذار يقول والله ما يخاف يفلشونه حال حال الناس وهذه مصيبة يعني حتى اليوم ما حليت المشكلة ضعفت المشكلة بمشكلة أخرى وهي يعني خبطت بين اللي يستحق وبين اللي ما مستحق وبالتالي هذه مشكلة أزلية وأصدقاني القدامة طبعا السنواني شونكم حبيب الله حمدك الله خلي شلزين والله حمد الله حمد الله الله حمدك أخويا قطعت عنكم فترة على أبي الحبيب شون شاء الله هدو أقل وكا طيب شون اليوم السوق هو أسعاره يعني شوية هو تعمل بقي شوية لا بيه صعود بيه صعود بيه صعود يخرب الناس يعني يخلي الناس ما تجي سبب يعني كيف يقول الحدود مزدودة شوية ياملها دوع قالوا والله شو الحد يعني خماطع شني يعني يوم صبحت الفوربع يعني يوم الفوربع ووائي الفوربع الفقه عد المواد الأخرى اللي يشتريها هو يعني يعني الشغلات الأساسية المخضر يعني والفقر شريه آخر هل المخضر شغلك كنت من زمان هنا بالمنطقة والله حمد لله متعود الحمد لله لا نعرفك أنا أهم عرفك الله يبارك فيك سلمك شغلك هسا يعني الجبل بضاحتك من مناطق بغداد لو خرج ومن حزن بغداد يوسفية التحديد يوسفية هذا الناس ظلت ترغب الجبل العرب و تقول أصلي يعني مون هسا هذة المعلبات اللي بي بقواة حافظة حتى الرابع اللي ما لهوش تكرهم اللي هو خطة ربعه بيزرد يعني أصلي وهذا مدخن يعني مدخن مالربي وأنه صناعة محلية خلي نقول ناب ما شي السوق والله السوق شوية بي هبة يعني تبقى للظهر ماكوش بعدين صار عصر حالك حالك ناس سمعت وحالك حالي سمعت موضوع التجاوزات اللي رفعت والناس هم داخلا هسا هي يبقى علي مرحب علي كل وقت هست علي أبضاء انتخابات المفروض مو هسا من نصف الدولة وبدش الساعة ونفقر وين يروح وين يروح عندنا شخص مزراء من قناتكم شوية يعني تأنم هاي الموضوع عوال وين يتروح صعب وشوي صعب طلب واحد أجر واللي قاعد تجاوز واللي عايش على الراتب بسيط تتفقوا يمكن بعض النقاط هذا صارت دولة وانت من الناس تكيف تصير دولة عندنا وقانون يمشي على الجميع هاي بي دولة هاي ب صحيح رفع التجاوزات بهذا الوقت هسا تحديدا مو بصالح مو بصالح الانتخابات والحكومة ردت فعل صارت عند الناس اي تقريبا انتاسة امن مكان لهم بديل وانش الساعة اعد بخير الناس موجودين واذا البديل موجود شكوا بيها وتحل هذا المشكل اوه شكل العقار غالي ترموكو قروع قروع بس اعلام قلاوات قدمنا احنا عدة مرات وما ما قدمت والله جماعة قريبين علي وما حدنا نصالهم سهلة تقريبا بس اعلام بس اعلام الحمد لله شكرا اشكرك تحياتي لك يا طيب تحياتي الاخوة شوفهم يعني ببساطة ببساطة ذا ردنا نسالف عن قضية قضية حياك الله حبيب شونا قلب شكرا شكرا ما شكرا انا شبك اشكرا 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 الحمد لله وشو بيحوظك خليك وصح لك ان شاء الله ويقلبك هذي عم اهلنا وناسنا لهم حق علي طبعا اكيد اكيد مو هينة يعني نعوف ومن دير وجوه اكيد ندعو لك طيب والله ما عندك طيب شو نرأيك بالاسواق نطوفها والله جيد جيد برنامج جيد حلو انا يتمنتع بي صراحة بالله مجاملة سعيد جدا بشو بالعكسانة سعد بالله العلي العظيم اي سؤال وقيت له بعد والله جيد سواق اشي بشك وماكم السوق والله كريم مكتوب القائمة وما مكتوب عثلات لا مكتوب لا ها حشوبك حشوبك والدليل ها الدليل قائمة الله يحفظه يسلمك 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 البركش بدون عمركم طيب والله احنا بس اكو شاء الله يقولك ياه انا نتمنى منحكم شوية الله هلا مش حال هم طيبين خيرين ان شاء الله هم طيبين ضلمون طيبين بس القدر المستطع شوية حال الفقير هسان باسم الحمد لله وشكرا اندي راتي نعم فضي بس والله قلبي على الفقير شوية حالكم حالة على الفقير هلا هلا بير خرجين شوية هم عينهم ما تقول كدهم يعني هل تقدرون عليهم بس هلا هلا بالفقير احنا شبابنا نعمط بيهم نعمط بالحكومة ونقول لهم حياتكم الله والله تعبون والله تعبون والله تعبون بس شوية هلا هلا بالفقير الفقير تقريبا العق عليك يعني يعني أنا والله من أكل لقمة أشعر بالفقير أقول الله يسعد الفقير شعودين والله الله يعيني الله يعيني الفقير من هذه أبا حسين أبا حسين أنا من كثر ما أدخل الأسواق وألتقى بالناس وسولف وياهم تدركوا بعض الشباب مثل يعني الشباب اللي يشتغل عربانة ولي يبيع مي هذا يكسر القلب من السول فويا يقل لي يا عم والله ما ماكي اللحم إزيان هذا يقول صال سنتي ما ماكي اللحم صال لي أربعة تشهر ما أضايق الدجاج وطعم الدجاج هذا يعني أنا اللي ما أقدر أنا اللي حالي حال الناس الطبقة المتوسطة أشعر بالألم هذا ما نشعر بيهم مسول أخيهم إذا أنت من شعر من خلال كلامك ما أنت خلال نجل 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 بس هذا وقح موجود صحي الله بالله العظيم بس نجل دولة موجودة بس الحكومة دولة كعراق دولة نعتبر صحي الله بس كمؤسسات وكحكومة نجل نعتبر الحكومة أخواننا أم نجل من شو نقول الله الله بالشعر فدر عمران وتحياتي نكون من قناتكم تاقروز إن شاء الله ونتمينا نكون كل تفهم حبيب مع س بالعكس أخ س سلام للعائلة سلام للعائلة حبيبي أنا حجيت هذا الرسالة قبل شوية قلت أنه هذا الأخوة اللي الآن يفترشون السوق يقعدون بالسوق يبيعون على باب الله اللي يدفع للعربان هذا كل جزء من هذا الشعب وهذا ارتباط ارتباط اجتماعي موجود عند عائلة وعند أب وعند أخ وعند مريض وعند مسؤوليات وهو بعد عمره لورد يعني بعد ما فاتح عيونه يشوف هذا اللي يجرى عليه بالتالي ضروري جدا الاتفاة ضروري جدا أنه توفير البيئة الآمنة لهم ضروري جدا لإقرار القوانين اللي خاصة الطفولة وحماية الطفولة يعني مو مو بعض الأخو يقولون يا فلان فتع عينا لقى لقى خمة ملعقة من الذهب ملعقة من الذهب يعني قال ابو خير شال فتع عينا على الخير ما يدري بالدنيا ما يدري بالمجتمع شلون جاي يعيش في مأساة ما يدري للأسف بالعراقيين اللي جاي يصير الآن شنو ضغط نفسي جدا متعد وهذا الضغط النفس اللي الآن اللاحظة للأسف أصبح أصبح واقع حال على كل عراق حتى الآن اللي عد إمكانية متوسط الحال هم ما يقدر مثل ما قال البحسين قال عدي راتبان الحمد الله ما جاي تلاحق وفعلا فعلا ما جاي تلاحق في ناس تستيلم رواتب بس ما تلاحق الله يساعد اللي ما عد الله يساعد اللي ما عد مرتب شهري يجي دخل البيت أمو ما شونك كافتك شخبارك حب وكل وحيلة وعافيتك الحمد الله يلا زين الحمد الله ويلا شون السوق اليوم والله تعبوان اشوفكو حركة ناس بس بيعو شراء كل وليوم خلال زعق غالي خلال غالي طعمات غالي 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 يعني الخمسمية دينار تفرق قعدهم غالي تحيات تحيات السلام عليكم هلا بيك عمري عمري سوكت ان شاء الله هل أنك بهالمحرم يسوع مشته لنار مثواب الناس تسوي خير حكومة يرحم الشعب أكو مراقبة على السوق لو ما كل مني بكيفة ما أدري كل مني بكيفة وين أكو ليش بشهر محرم بالمضاني سعد أنا أدري شهر محرم بالعياد بالمناسبات إيش دعوة غير حكومة غير يرحم هادولا كل خريجين كلهم شهادات يشتخلون الحمال عمال مصح غير يرحم الشباب المفروض يبارك بعمرك ستر دنيا واخرة قلبك ما شواء اشتريت الطماطا بايش اليوم ما اشتريت الطماطا بل فنص بل فنص إيش دعوة مغالي بخيال بل فنص بعش السمش بسبعة كيلو يعني اشتري واني ادري ما هادولا كلهم خريجين حكومة يرحم الفقير يرحم من ارام الايتام يزور بيوتهم خبز ما عدهم يأكلون حيات حيات وسلام حيات وسلام حيات حيات شكرا ممكن الحيات لخصت بثواني قضية المتابعة والمراقبة اللي داخل السوق فعلا يعني السوق ما نحصل حبيبي ما نحصل يومكم نيش ماكم حصين تجيكم 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 تاخد تليفوني ونتخبران ياك خدا تجيكم تحيات 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 لك هذا الصور طبعا احنا دائما ما نكون بداخل الاسواق الشعبية حتى انا قاطعنا الرجل قبل قليل لكن بطريقة ارضى سولفها قضية قضية انه الحجية قالت من العرام الاتام وما عدهم لقوة يأكلون هذا واقع حال موجود حجية ومنا وعلى راسنا للأسف اللي جايز صير لانه بصراحة احنا هن بينا سبب احنا هن بينا سبب يعني التاجر صار بي سبب والصاحب البضاعة صارت بي سبب صار بي سبب ايضا ما ممكن يعني استغلال استغلال هذة الايام تصعدون السوق اللحم يصعد الدجاج يصعد صح يصير سحب عليه صح يصير سحب عليه لانه ثوابات و الى غيره وطبق الى غيره ما ممكن انه صعدون الاسعار على الناس اللي حتى ما عد ما عد مسواق يوم صعبه كل المواد الغدائية صعد كل المواد الغدائية في محرم وفي شهر رمضان يصعدون هس احنا ما نعرف يعني كأنه قضية ازلية كأنه قضية ازلية ما هم هم رجعنا على المؤسسة الامنية والمؤسسة الحكومية وين دورها بهذا الموضوع بهذا الجانب تحديده انا اعرف انه بشهر رمضان وبشهر محرم تصعد الاسعار زين غير هشوف خطة شنو من اللي جاي تحكم بسوق من اللي جاي تصعد السعر من اللي جاي يبيع كلمة الكيفة غير نفتهم حتى نعرف القضية وين ما ممكن لأمور تاهية هلناس جاي تتأثر بالربع دينار الناس جاي تتأذى بالخمسمية دينار تصدقون اكل قاس ما تقدر تشتري بألف دينار ما تقدر عموما هذه الصور وهذه اللقاطات اللي أمامكم ويمكن يمكن البعض اللي يشاهد الآن وتابع الآن الحلقة يعني الطماطب بسبعمية وخمسية دينار قبل شوية قالوا بألفونس حسنا نبسوق واحد شنو قضية ما نعرف السلام عليكم شون أخويا حبيب حبيب عفيدك شاء الله زي شاء الله بخير نحو الله يسلم رحم الله اسمعنا الطماطب بلفونس الأخ هنا بسبعمية وخمسين والله هي هي تايهة حشان تايهة قلك والله العظيم تايهة ساعة البارحة بلفين بره يسرحون بلفونس هنا بسبعمية وخمسين يعني الولد همينا زيان يعني يقعون مثل ما يقول الناس ايه والله هم يعني أرخص السوق كله هنا يعني هاي بالنسبة من ناوهج أرخص السوق كله والحمد الله وشكرا لكل حال منطقة شون البيع من البيع من البيع شون وضع البيع خير من الله الأجواء ما شاء الله خير من الله بالمواكب ونعمة من الله والحمد الله والشكر والمواكب نحن تغري وفاة الإمام الحسين عليه السلام المواكب موجودة على الطريق لو بعد هاي أكو بالمناطق يعني إحنا السحاريين بحي العامل موجودة مواكب بعدك بالشطة الرابعة أكو مواكب يعني العالم تطبخ وثواب الإمام الحسين يمكن الثواب هو اللي اليوم صعد الأسعار يعني إحنا عدنا مشكلتين برمضان أو بمحرم اي عالم أكو بيها يعني مثل ما يقول الناس تستغل هذا الأمور يعني شون مثل ما يقول بفيك مناسبات بدلا ما ينزلون الأسعار لا يصعدوها اي فأكو بيها يعني شون مثل ما يقول استغلال حبيب أهلا حياتي أهلا طي في دول قلبك الله يباركوك ويسأل الفواكه أيضا إذا تلاحظ الأسعار اللي موجودة زميلي علي يعني الأسعار اللي موجودة حاليا بالسوق الفواكه أو الليمون الزوجة وإلى غيرهم من الأمور اللي تلاحظوها الآن أسعار نوعا ما أسعار مقبولة والله ساعتهم شونكم حبيبي شخباركم قواكم الله شون أمورك كملت له بعد بعد اليوم شنو وضع السوق أنا بس أسعار على أسعار كل يعني كله صاعد كله صاعد كله صاعد شنو تساوي بسوق تعرف بالوضع شنو تساوي ثلاثة كيلوات بالف هس يوم طمطع وزينا في 750 دينا مبارحة بالفونس خيار بالفونس طماطع ثلاثة كيلوات بالفونس واحد يتحكم بالسعر وبالسوق لو كل واحد بسطيت ما علاقة منك بالسوق ما العلاقة ما حد إحنا علينا بالعلوة غالي بيغالي رخيص ما العلاقة ارتباطك بالعلوة بالعلوة زينا العلوة من يتحكم بيها طبعا التجار بالناقة الفلاحة لدور لو مالك فلاح مالك ما لدور لنزاع كلها مستورت كلها مستورت واقع بيها المواطن فقير خطية اي اللي يشتري المواطن الفقير خطية واقع بيها والله يسلم لك الغالي مهم شوية هنت الله بالناس احنا والله هان هان ناس هي ترحنا على الباب الله رخيصهم بيرخيص على واقع والمواطن الفقيرهم ترى مظلوم هذا السوق ويتعناكم والله احنا امدارنا وعلى راسي قصر الغالي حبيبي زاك الله خير يا طيب تحيات تحيات لك يا حبيبي هذا الصور احنا امتداد السوق الآن امتداد السوق بهذا الظرف تحديدا وبالتالي حبيبي حياك الله شونك عمي شخ بارك ان شاء الله زيان شون عافيتك مرتابي شونك زيان عافيتك الله يحب لك متاع ان شاء الله الله يشتر عنك يوم نور السوق اشكرك اتن احنا اخليكم سلم حبيت سلم عليكم الله حبيت سلم علي انا شكرا بضلك وسلامي وتحياتي وتركابي ركابي اه من عمي ايه حياك الله عمي شونه وضحكم هنا اليوم الحمدلله زيان ما اش الحال الحمدلله محال عندك بسط لا والله مايرجع ساقية بس جيه السوق اه تسوق اي والله والله السوق هنا زيان والله عندنا شو هالوقت الطماطة هالوقت غالية طماطة يعني سعارها شوية غالية يقولون استيراد ما اكون ما تقدر تشتي بس اليوم شوية ما جوها نازلة شوية بألف صايرة اليوم بلف سأل تاني قبل الفونس اي لا بس هذاك دي بيع بلف وهاد هنا يبعب 750 اي مو سوى انه اسعار يتصرر اي بضضبط اي شوان هالكيز الحمد لله الحمد لله ده ارجل الحمد لله كي يحمل له لا لا عبري على خط الكاب شوان اخذكم زين والله يوم صايبة ويوم خايبة يعني اي مو سوى حسب هالأيام هالزيارة شوية يصر ان شاء الله ان شاء الله اشكرك تحيات السلم لعلى العائلة تحيات حبيب الله يباركي الله يباركيك سلمك طبعا بهذا الظرف تحديدا قضية قضية الزيارة وقضية الكاظبية احنا نجيبنا طاريها ابن عمنا الرجل جزاها الله خير يعني بصراحة تحديدا اصحاب الكيات تسا مذكروا لموضوع انا بصراحة المواضيع هواية وشما نقدر نسولف بيها ما تخلص بالتالي اصحاب الكيات اللي بصراحة نسولفوا ياهم او التقنا بيهم اكثر من مرة يقولون انه عدنا عدنا احصائية او عدنا امكانية نقدر نسميها قضية الغرامات اللي جاي يصير ايضا الاخوة المرور جاي يقدمون خدمة وجزاهم الله خير لكن بصراحة ايضا يحتاج يحتاج شوي تكون اكمرونة بالتعامل الاخوة بالمرور هنتلب الناس لان الوضع العام السلام عليكم شونك حبيبو عمي الله شخص بارك خير وك الله شون عافيتك الحمد لله ان شاء الله زيان عمي مرتاحة ان شاء الله الحمد لله وشكر الحمد لله وشكر نسولف وياك على المنطقة من المنطقة عمله وخرج من نعم من المنطقة من القدامة ان شاء الله يا الله من القدامة نسولف وياك على وضع المنطقة من سابقا والحالي شون اللي صار بيها جديد شون اللي ينبينه بيها جديد وعلى وضحها لا كل واحد يحجي اللي بداخله اي اوكي ناس يقلك حربانة اوكي ناس يقلك كل زينة صحي أمنياً شلون؟ الحمد لله مستقرة إن شاء الله هذا يمكن هو السوق الوحيد الشبير بالمنطقة أي بعد أكو أسواق بغير؟ بالداخل بالداخل أكو سوقين بس مو في الحجم هذا مو الكبر لا لا مو الكبر متقاعد عمي إن شاء الله يوم عدكم مظاهرة مدر البارح عدكم مظاهرة والله ما بيحل عن المظاهرات هو حقنا مقدور طلعنا وما طلعنا مقدور عجب المتقاعدين شلو الظرف اللي يمرون بي شو اللي يريدونه راتب تقاعد موجود ها ساونا المتقاعدين الحاليين شلون؟ هو القانون 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 تقرأي قليك صحيح حتى مستاوية بس تجل التطبيق ما مطبق إحنا راتبنا على القديم اللي ثلاثمائة واللي خمسمائة واللي أربعمائة بينما هسه أقل تقاعد هو مليون وربع هذا المصابين بأحداث الإرهابية ياخد مليون ومئتين مليون وربع بينما المتقاعدين القدامة كأنهم أعداء للحكومة والشعب هذا الناس قدموا خدمة والتزموا بالخدمة وهو هذا قانون تقاعد خدمنا سنين أنا قد خدمتك خدمتك 34 سنة راتب خمسمائة أو بالأربع سنوات لأخذ ملايين سنة بمشكلة سنة ما نستساوي ما نستساوي نهايا يعني السألة المتقاعدين برأي كلهم نفس المعاناة حتى الحاليين الحاليين يقولون نحن عم هم شبع نظيم وهم علينا ظروف وهم قساوة وما تطول نهاية خدمة وما تطول تفاصيل أخرى ما تطول نهاية همية نهاية الخدمة دا نسمع مادرح بس دا نسمعي دا طهم قصدها اقصاد مو اي بانما لا تقاعدهم لا زين خل تقاعد من المليون وفهم بانما احنا لا تقاعد من تي واعنا الأعمارنا غدي رايحة وأمراض مزمنة هن خمسمائة أبو المولد ياخذ مية أبو المزمنة ياخذ زين اقل اقل روح للطبيب رابك مية وخمسين ميتين ألف اذا سدنك زين اهاي اقل طبيب زين الله يكون بالعوم الحمد الله يكون بالعوم الحمد لله الحمد لله شكرا نرجع نطلب من الإعلام الإعلام هو هو اللسان الحالي هن يحشي ناس المغدورة شنو أعداء لكم مو أنتوا جيتوا من الخارج كل شو ما أكو لقيتوا بلد كامل لقيتوا خير لقيتوا شنو يعني ها البشر القديم كان نابل عراق كلهم جماعة صدام صدام كان الحاكم مو أنتوا هسي حكم شنو الشعب الشعب يتبع الحاكم مال يحكم وشعب يتبع مال علاقة سياسة سياسة زيانة سياسة مزينة هو يتحمل الحكومة تحمل السياسة والبلد ما لذنبه حتى اللي طوعه واللي كانوا منتسبين واللي دخلوا حروب اللي يدخل حرب ما متونس مجبور غصبا عالية تروح تروح ما تروح تنحدين الحالتين ميت فهو يقول لك توكل على الله والأعمار بيد إلا أنه إذا طبعت حرب يزال لكاتب العمر أبقى بس إذا ما رحت لها معدوم مية بالمية تحياتي والسلام لك عمي والله انطيك الصحة والعافة شكرا يا عبد شكرا الله خير تحياتي قبر أبد من الصحة والسعة شكرا الله الشهادة نطقي من المتحدة من خلق وفصيء نطقي منًا لا يمكن لتكون القوانين مهمشة إلى جهة وتكون إلى جهة أخرى دون م Rio مابلا ما به لا القانون هو يمشي على الكل أو لا يحتبر القانون لأنها القانون هو اللي يسند الشخص بمتابعة أو بمسار القانون بشلون وطبعا هالقانون أنا مو من جيبي حجيته مو من جيبي سويته لا هذا قانون مفروض بيدراسة بيدراسة للواقع الموجود بواقع الحال بيدراسة تاخذ بيها الأمور اللي تكون بجانب من يكون منصف القانون بجانب من يحتاج القانون وبالتالي أنه طبيعي طبيعي يكون بيها وجهة النظر المتبادلة حتى يوصل إلى مراحل يكون مطبق على الكم عموان طبعا مثل ما تلاحظون أنا دائما نحك عن الفئات الشبابية العمرية اللي موجودة أصحاب العربات وغيرها هذه هي الصورة بصراحة تشوفوها هي مؤلمة بحد ذاتها هي مؤلمة ومكلفة للبلد هذه يعني بعدها بطور النمو وبيطور الحال وتلاحظة تلاحظة بصراحة تلاحظة أن يوم يعيش بي مأساته وصعوبة سلام عليكم شونا أخويا؟ شيخ بارك حق شاء الله زين شونا أمورك؟ رحم الله وعلا أنا شفت مساعليك ناس يشترون فقيت خلي الرجال ياخذ راح شوناك؟ الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك كيف يوم أسعاركم وشلونها؟ والله زين في البارحة والبارحة؟ الحدود تنسد من تنسد يقل الزرع بالعلوة الييلة ويوم؟ أي الييلة ويوم هو يوميه طب زرع للعلوة مستورد بس تنقطع يوم يوميه تنسد راسة تسعد يعني المبارحة وسط طماطع عندنا لألف ونص الفقير غام ما يقدر ياخذها لألف وربع اليوم سبعمية وخمسين نزلت شوي اليوم طب مستورد بالعلوة بالنسبة له قضية الفلاح يبقى بس الفلاح العالم ما تاكل نتبه ذلك يمشي الفلاح يمشي قساوة أده مو قساوة بس يعني يشتغل يقص عمولة على البقال يقص صندوق المستورد أسعدك هذا الرمان يجي من مصر لهنا احنا نبيعه بالفوربع بالعلوة بألف وسبعمية وخمسين اذا تاخذ العراق من الفلاح مثلا بسبعمية وخمسين بالعلوة يستغربه الفوربع يدق عليك في معاش بالمية ويدق قطعة فلذلك البقاقيل كل العالم متاخذ الفلاح قليل فما شفت البارحة من سعد يعني الخيار وصل للافونس نومة العالم تجي ما تشتري مصلحة عشرين سنة خدمة نعمة عشرين سنة خدمة نسي سنة خدمة نسي سنة نسي سعين لسه فحولة جيد يعني مرات عليك كنا كل هن كل هن مرات ما معقولة يعني ما معقولة الفلاح يتعب والفلاح هسه علي دعم هم نسبة عنه علي دعيم وعلي سلف ويطول سيارة يطول يشتري سيارة الى حديثة يصعد بها غير ويعوض لو ماذا لن يشتغل بالمعارض لو يشتغل بشركة قاموا ميزرعون بس بقاساش عدنا شوف هذا السوق كله ذا تفترد تقالك ثلاث شغلات عراقية لو أربعة ماذا لن العنب والتمر ها هي بزن الموسم الموسم الفاكهة كلها مستوردة عدك الحامض العراقية سبسوق بخمسة مستورد بلف دينار الفقير ما يأخذ بخمسة يأخذ المستورد وافريقي من افريقا جاي واصل لهنا للعلوات جميلة ينباع بألف بالعلوات جوه الألف فهي هاي الأطلاب العالم احنا سوق شعبي الفقير غير الفقير ما يطبن والشغلة الرخيصة تمشي الرخيصة تمشي المستورد يعني بس شغلنا على الله والمستورد غير المستورد ما نشتغل نقعد يعني ما حد يأخذ بالله هسا اجت الحكومة وصارت عيدها قانون انه ممنوع المستورد مثل ما المنع قبل فترة مو المنع تشتغل الزراع العراقية بصورة صحيحة نفس قبل بزمال صدام كل العالم تشتغل ليش عنا بزمال صدام يعني ساقت لك عاني من 96 وبقى لحد هاي اللحظة قبل احنا ما عدنا مستورد لا عدنا مثلا رمان مستورد لا عدنا برتقال هاي عدك شهربان شانت تغذي العراق كله اديالة تغذي العراق كله هاي عدك اليوسفية بالنمخضر ما حد يجي بيها بالعالم بالزراع عمالته هالسا ما قال كله مستورد شوف هالفل في العراق بألف ونص بس بالفونص بس تقل الشغلة المستوردة بالعلوة رأسا الفلاح يحط رجل على رجل انا غير احتي لك الصحيح اي فما ماكو ماكو رحابة عليها مضبوطة غير واحد يحاسب قبل حاجة اكو حسابي حاسبه هسان خلينا نرقيب علي شون حاججة بالطرق شون حاججة اذا هو يقل لي مثلا هاي الرمانة انا صارف عليها رح يقول لك سد المستورد ابسط شغلة يقول لك سد المستورد من يضمن لي انه انت سعرك رح يبقى ما حد يضمنه والله ما يضمنونه فالفلاح مالتنا تعبوان حاججة قبل افزمه صدامه اكو رقابة عليها واكو دعم يدعمه بالسماي يدعمه بالسلف يدعمه بالفلوح فاشوف العلوة متروسة فلاحة والزرع والعالم كلها تشتغل هالسا ماكو حاججة تيجي للمكتب هسه بيه مثلا خمس برادات مستورد تلقى سيارة واحدة فلاحة وظال يعني بس يت الرغابة ماكو العنب هسه موسم العنب يشتغل بس ها الله يسلم خير الله يرزقكم ان شاء الله حبيب الله يسلم شبيك تضحك ما تقل شبيك شبيش على قلبك تحياتكم تحياتكم فدوا يقلو فدوا يقلو سيوف الغالي تحيات لك يا حبيب فدوا يقلو بكم هذي هذي بساطة الناس اللي موجودين بداخل المنطقة حبيبي عمي جيتك شونك عمي قواك الله شون عافيتك شاء الله زي الله يسلمك عافيتك الله يحضرك انا ساعة مشغول لا والله شوف هذا بيعني يعني هذا بيعني انا عندي درجة نسبة عجز 75 ال 75 قالوا لي رحت بالتعويضات التعويضات لحد الآن يمن يمن المدير يمن اللجنة بالتعويضات ما البغداد ما البغداد زين اروح اليوم ها عشر سيار اخمسطعش هاي من الفين واربعطعش لحد الآن يعني انا شاكل او دا ما قدر اشتغل كل شي الا اشتغل علاني عندك راتب التراتب ما عندي راتب رعاية كل شي ما عني مودا قل لك عندي تعويضات بس شوف هذا التعويضات بيمك مضروب ارهاب هاي ارهاب شوف مضروب ارهاب وقاعد عودا بيع العلالق بس والله ادح شسوي يعني هما قاعد مشون محاملتنا اروح اليوم المدير ما اكل يوم المدير مجال الرعاية لهم الرعاية ما روح لهم ها عنده علاقة بي شون ما ما انا شغلت يم ك واقع حاله واجيب المسندات مهم كل شي موجود يوم والتعويضات كل شي موجود بالتعويضات كل شي ارهاب مغروب ارهاب يعني ب2014 عدي نسبة عجلس 75 اللجنة قررت هالية استلمت واستلمت ملايين اي قلت لك انا روح راحت للامنية راحت للداخلية للدفاع كلها راحت لها ورجعوها الدور على التعويرات هنا قالوا مدير ماكو بعدها ماكو حامل صيوان جدو انا هس راح اكمل واجي امك واشوف القضية الشينا وتخابرني وانا بخدمتك الله يوفر رحمة الوالدية الله يوفر تحياتي الله رزقك شوانك عمي شو غبارك حبيب شو وصحتك نعم مشاهدين الاحبة طبعا مثل ما تلاحظون زاكروس زاكروس حياك بصراحة حدثت بكافة التفاصيل اللي ذكرناه اليوم بداخل هذه المنطقة عرفنا هذه المنطقة وعرفنا تفاصيل وعرفنا المخضر مالته وعرفنا الطريقة اللي بيع وعرفنا الاسعار الى غيره من الامور انا حتى بكلام الاخير احنا بصراحة نوصل هذه المناشدات اللي تلاحظوها وتشوفوها لكن انا دائما اقول بالحلقة جيب اللي يطبق ويجيب اللي يسمع جاي نتواصل وجاي نخابر وجاي نتواصل مع المكاتب الاعلامية لكن للأسف مو كلهم اغلبهم ما يدير بالي يعني يسمع القضية منها تنتهي منها فبهذه الحلقة اتمنى انا كل مرة اجددها اتمنى ان نسمعون هذه المناشدات ومنين نوصلكم اياها ياريتكم بها اجراء ما تركن على صفحة تقبلوا تحياتي انا احمد ركابي وزملاء اللي رافقون اليوم المصور على الفلاح ومساعدة المصور عمر شوفكم باشر بخير والسلامة وواحد من الناس يومين عزاقلوسي في الساعة بتسعة صباح وليعادة الساعة بالأربع العصر والثانية بعد من تصف الليل للقاء شكرا